مركز المرأة والرجل في الخصوبة والصحة الزوجية عيادة الدكتور فالد العطيفي لعلاج تأخر الإنجاب باستخدام الحقن المجهري أطفال الأنابيب التلقيح الصناعي علاج حالات الإجهاض المتكررة جراحات أمراض النساء مثالة الإكتفاقات والأورام الليسية استخدام المناظر العيادة النسائية لطبع تجميل الأسنان الدكتورة مهد تنصار الطبيض الدائم للأسنان العيادة المتخصصة لأسنان الأطفال التركيب التقويم الشفائي التركيب أحدث أنواع الاثنان تثابتها بمتحركة بدون معدد مركز المرأة والرجل 37 شارع الجيش القاهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم معنا في لقاءنا الأسبوع مع بسمة أمل كما تعودنا في كل أسبوع بنتحدث عن أحد القضايا الصحية اللي بتهم كل امرأة مصرية وموضوعنا النهاردة وأحد الموضوعات اللي بتهم سواء سيدة متزوجة أو غير متزوجة سيدة لديها أولاد أم غير لا ليس لديها أولاد هذه المشكلة الصحية قد تتعرب لها السيدة وتشعر بالأعراب بتاعتها والمعاناة وتبدأ تبحث في رحلة العلاج بعض أحيان المشكلة تكون موجودة ولا تشعر هذه السيدة أن لديها مشكلة إنها مشكلة الأورام الليفية الأورام الليفية هي موضوعنا النهاردة أو أورام الرحم الليفية وبعض أحيان بيسموها لحمية وبعض أحيان بيسموها لوفة لها مسميات كثيرة لكن هي أولا هي أورام حميدة ده الشيء الهام اللي أنا عايز أقوله وأؤكد عليه ونطمئن الجميع أن الأورام الليفية أورام الرحم الليفية هي أورام حميدة وتعتبر من أكثر الأورام انتشاراً في السيدات هي الأورام الليفية للرحم وتصيب حوالي 30% من السيدات يعني حوالي تقريباً تلت السيدات لديها هذه الأورام الليفية الأسباب بتاعة الأورام الليفية ليست أكيدة ولكن كثير من النظريات بتفسر وجود هذه الأورام الليفية وجميعها بيتحد عند تأثير هرمون الاستروجين وهرمون الأنوسة ودوروا في نمو هذه الأورام الليفية وده اللي بيفسروا أنها غير موجودة قبل سن البلو وهو بتختفي تدريجياً بعد انقطاع الدورة الشهرية هذه الأورام الليفية بتنتج أو بتنمو في عضلة الرحم الرحم التكوين بتاعه طب مخارجنا الجميلة جيب لنا على الشاشة على الكمبيوتر نشوف ونشرح القصة دي الليفية شايفينه ده الرحم اللي هو زي الكوميترية المقلوبة وبيتكون الرحم من ثلاث طبقات أو ثلاث أجزاء رأيسية اللي هو العضلة بتاعت الرحم ومغطاة بطبقة خارجية غشاء ألف وبعدين هنا العضلة وبعدين ده تجويف الرحم الأورام الليفية بتخرج أو تنمو من العضلة بتاعت الرحم إعبار عن أورام ملفاء زي ما قلنا حميدة وبتنشأ نمو غير طبيعي داخل العضلة بتاعت الرحم سواء في الجزء العضلة اللي هي في قمة الرحم أو في الجانبين بتاعت الرحم أو عند عنق الرحم يبا هي دي العضلة في أي مكان من الأماكن ديت ممكن تنمو هذه الأورام اللي فيها لكن مكانها وعدادها بيختلف كثيرا قد تكون صغيرة جدا جدا زي حبة الحمص أو ممكن تبقى ورم كبير جدا ما يلي الحوض يصل إلى أكبر من الكورة قد يكون ورم واحد أو أورام متعددة زي ما هشوف دلوقتي ممكن يكون الورم ده ده الوضع للشكل الطبيعي بتاعة الرحم التبويف بتاعه بيبقى صادق ده وده العضلة بتاعة الرحم أما أجي أعمل أنا أوريكوا الأشكال الطبيعية اللي هو الشكل التشريحي بتاعة الرحم ده من خلال المنظارة مع المنظارات ما أجد الشكل بتاعة الرحم ده والحوض وآدي الشكل الرحم الخارجي ما فيش أي حاجة ولا أورام لي فيها أي حاجة ودي قناتي فلوق ودي المبيضين وده الرحم من الداخل مضيف ما فيش أي حاجة أنا بأوريكوا ده في الأول علشان نقدر أما يبقى فيه أورام لي فيها نعرف الطبيعي من غير الطبيعي ده أما أعمل من نظار الرحم وأجد ده تجويف الرحم من الداخل ما فيش أي أورام ولا أي ألياس ما فيش أي حاجة ده اللي هو بيعاشش فيه الجنين لو في حمل أو بيبقى موجود لو ما فيش حمل بالطريقة دي بيطانة ملفاء هي اللي بتنمو تدريجية ومتنمو منها الدورة الشهرية ما فيش أي أورام خالص ده فتحة قناة فلوق يبقى إيه ده تجويف الرحم في الحالات الطبيعية بدون وجود أي أورام أما أجي أبص بقى على مصدر الأورام زي ما قلنا أهي الأماكن المختلفة بتاعة الأورام اللي فيها قد تكون خارجة من عضلة الرحم لكن فيه الجزر خارجي بتاع الرحم يدوبة هي قدر عضلة الرحم وطلعة وعملة زي طلعة بساق وموجودة خارج الرحم ممكن تكون تتدلى داخل تجويف الرحم أساسها العضلة لكن تتدلى داخل تجويف ممكن تبقى جوة عضلة الرحم ممكن تكون جوة العضلة وجزء مندعج داخل تجويف الرحم ممكن تكون مندعجة من عضلة الرحم وجاية في الأرض تللي حوالين الرحم ممكن تكون عند عنق الرحم وبالتالي شايفين أهو ممكن تتدلى من عنق الرحم وتبقى جاية في المهبل ممكن تكون هنا عند مدخل قناة فلوك وبالتاني بتضغط على مدخل قناة فلوك ودي الاولى منظيف اللي ممكن يعمل تأخر في الانجاب ممكن يكون هفل اربطة اللي هنا وتضغل على عدلة الرحم وهو موجود هنا داخل تجويف الرحم يبقى اماكن كذا ممكن يكون العدد دا كله في سيدة واحدة ممكن واحدة يكون عندها كل هذه الاورام اللي فيها اهو يعني ادي وورام اللي فيها دي عملية برحية عملناها شايفين ادي اهو وورام كثيرة اهو شايفين دا عدد كبير دا ممكن بيوصلوا 25 بعد حاجة يبقى 30 ورام لي فيه مختلف زي حباية من حباية صغيرة الى ورام كبير خاضر يبدأ اذا هي اورام متعددة لكن هي اورام حميدة دي اهم حاجة الاعراض بتاعة الاورام اللي فيها دي زي ما شفنا الاعراض هتتوقف على مكانها وحجمها ممكن تكون السيدة لا تشكو من اي اعراض على الاطلاق يعني لو تخيلها ورام ليت زي دا دا خارج من عضلة الرحم من الرحم من الخارج وفي الحجم دا مفيش اي اثار وبالتالي ممكن السيدة لا تعاني من اي اعراض على الاطلاق وبنعرفه بالصدفة عن طريق الموجات فوق الصوتية اما بتبحث مثلا مشكلة اخر انجاب او زيادة في الدورة الشريع او اي اسباط اخر اما الاعراض اللي ممكن تعاني منها السيدة ممكن يكون زيادة في كمية الدورة الشهرية وده قطعا هيبقى في السيدة اللي هي عندها عدد او رام متعددة بتأثر في عضلة الرحم وبتزود المساحة بتاع التجويف الرحم او موجود داخل تجويف الرحم وبالتالي بيبقى فيه نمو زائد على وعن التغيرات الكيميائية المصاحبة للورم اللي فيه وبالتالي بيبقى فيه زيادة في كسافة بطانة الرحم وزيادة فيه كمية تدفق الدم اثناء الدورة الشهرية وممكن يحدث اضطرابات في هذه الدورة الشهرية ممكن يحدث نتيجة نمو الرحم وتقل الرحم بيبقى فيه الم اسفل الضهر الم في الحض زي ما قلنا حسب العدد وكمية لو ورم كبير خارج من الرحم اللي زي اللي شوفنا ده بالتأكيد ممكن يضغط على الاعضاء المجاورة لانه الرحم ده بيبقى موجود بين المثانة بتبقى من الامام والمستقيم والامعاء من الخلف وبالتالي الورم اللي فيه ده كل ما بيزيد حجمه بيضغط على الاعضاء المجاورة زي الامعاء زي المثانة زي الحالب بتاع الكلاه وبعض احيانا ما يضغط بشدة على الحالب بيعمل انحباس احتباس في البول بيعمل ارتجاع ممكن يعمل تضخم في الكلاه دي حالات نادرة جداً ولو الورم اللي في ده موجود متدلي من عنق الراحم هيبقى فيه مزيف أثناء العلاقة الزوجية ممكن يبقى فيه ألم أثناء العلاقة الزوجية ولو قلنا ضغط على المثانة بيبقى فيه زيادة في عدد مرات التبول وبعض احيانا صعوبة في التبول لو ضغط على المستقيم يبقى فيه ألم أثناء التبرز ممكن يكون فيه امساك مزمن لو الورم اللي موجود في الجزء ده ممكن يعمل لي إجهاد متكرر وممكن يعمل تأخر في الإنجاب لو ضغط على مدخل قناة سلوك ممكن يعمل لي نوع من الولادة المبكرة لو موجودة عند عنق الراحم ممكن يعمل تأخر فيه نزول الرأس بتاعة الجنين ويعمل تأخر فيه المرحلة الثالثة أثناء الولادة لو موجودة عند عنق الراحم إذا إذن الأعراض مختلفة وتختلف حسب مكان الورم اللي في حسب عدد هذه الأورام اللي فيها وحسب حجم الأورام اللي فيها لكن التدخل بتاعها طبعا قطعا هيتوقف على عوامل كثيرة من هذه العوامل مكان الورم اللي فيه وعدده طبعا وأهم من كل ده هناك هل بتعاني هذه السيدة من أعراض زي النذيف أو الألم والحاجات اللي قلناها أو بتعاني من مشكلة التأخر في الإنجاب والعمر بتاعة السيدة إذن استراتيجية العلاج بتاعتنا في هذه الأورام اللي فيها هتتوقف على عدد الأورام اللي فيها السن بتاع الزوبة السيدة الحالة الإنجابية بتاعتها عدد الأورام اللي فيها ومكان الأورام اللي فيها لكن بيتطفق تماما أن العلاج بتاع هذه الأورام اللي فيها عندما يكون هناك شكوى هو استقصال هذه الأورام اللي فيها لكن طريقة الاستقصال بتختلف قطعا حسب مكانها وعددها على سبيل المثال يعني التدخل الجراحي لاستقصال أورام اللي فيها متعددة زي كده هو اللي بينصح فيها ما يبقى كمية كبيرة من الأورام اللي فيها متعددة بالطريقة دي طبعا لابد من استقصالها عن طريق الجراحة التقليدية وفي تقدم في الجراحات دلوقتي تحس العملية بتتعمل وتاني يوم بتخرج بكتير في الجراحة وبيبقى الهدف بتاعنا في معظم الأحوال الحفاظ على الرحم لان في ناس بتقلق يا طرق كل الأورام اللي فيها بنضطر إلى تقصال الرحم ده طبعا نادرا جدا 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 أما نلجأ لكده وده أما يبقى أورام دمرت الرحم بالكامل وتبقى السيدة أكملت الحالة الإنجابية بتاعتها لكن معظم الأورام اللي فيها دي بنستقصولها ونحافظ على الرحم ونحافظ على الحالة الإنجابية وقدرتها الإنجاب ده أورام ليفي كبير استقصالها عن طريق الجراحة أما يبقى أورام ليفي بالطريقة دي في الحجم ده ده قطعا هيعمل لي بيبقى الشكوى زيادة في كمية الدورة شهرية وبعض أحيان بيؤدي إلى تأخر في الإنجاب خاصة لا وجل جانين بيعاشش في الجزء ده فهيجد أنه ده بيؤدي إلى تأثر تأثير على تدفق الدم في عضلة الرحم بعض أحيان السيدة بتعاني من تأخر في الإنجاب أو حدوث إجهاض مبكر التدخل في الحالة دي هي استقصال هذا الورام ليفي من خلال منظار الرحم وده منظار بدون فتح إطلاقا ده من خلال عنق الرحم بنضع التليسكوب وبيبقى ألات في مفتحة أخرى والألات دي زي ما هشوف دلوقتي بتبدأ تقطع الورام ليفي ده وتحافظ على بطارة الرحم علشان يحدث الحمل خاصة في الحالات اللي عايزة إيه حمل أدي ورم ليفي زي الورم ليفي المتدلدة ممكن نستقصله عن طريق برضو المنظار الرحمي زي ما هشوف دلوقتي ورم زي ده الورم اللي في عضلة الرحم ده لو مؤدي إلى زيادة في كمية الدورة الشهرية أو معاناة بالنسبة للسيدة ممكن نستقصله عن طريق فتح البط خاصة عندها المصاحب لأورام متعددة أخرى بعض أحيان بنفجأ إلى المنظير البطن يعني المنظر زي ما قولنا عملي كده فيه منظر بط ومنظر رحم منظر رحم اللي زي ما هنشوف دلوقتي اللي هو زالت ورم من داخل تدريف الرحم لكن منظر البطن هو السقصال اللي هي الأورام اللي زي كده يعني ما أجد أورام اللي فيها هاي متعددة شفت انتم من ديئتين الرحم من الخارج من خلال منظر البطن سليم تماما ما فيش الأورام ديئت تخيلوا بقى ما تبقى الأورام اللي فيها هاي موجودة في الرحم هاي طلع من الجدار الخارج في بعض أحيان الأورام اللي فيها ديئت لو مؤثرة أو منبعجة داخل تدريف الرحم بتأثر على الإنجاب لكن في حالات أخرى لا تؤثر على الإطلاق هو لا تشكو السيدة على الإطلاق شايفين أجل لكم بسرعة هاي المنظر بتاع حالة سليمة هاي اللي هي الحالة الطبيعية ما فيش ورم لي فيها على الإطلاق ده شكل الرحم العادي لكن ما يبقى عندي أورام لي فيها وأعمل منظر أجد المنظر ده فبالتالي ممكن نستقصله عن طريق وادي وحالة أخرى هاي ورم لي فيها هنا لكن ما نستقصله ما يبقى بيؤدي إلى ضغط على قناة فلوك زي الجزء ده بنشيله ده التلسكوب اللي هو بندخله ده منظر الرحم بيتعينه والسيدة بتخرج في نفسه اليوم ما فيش فتحة على الإطلاق من خلال عنق الرحم بتاخد بنجي كلي وده التلسكوب ومن خلال فتحة صغيرة مندخل آلات بتاعتي وآدي أبدأ أشيل الورب لي في زي ما هشوف دلوقتي أهو آدي اللي تجيب في الراحم دخلنا فيه ده فتحة قناة فلوك وآدي الورب اللي فيه هاجب الآلة بتاعتي موصلة بتيار كهربائي وابدأ أستقصل الورب اللي فيه ده كان لسيدة بتعاني من حدوث إجهاب متكرر وزيادة في كمية الدورة الشهرية قطع الجزء ده بيأثر على أن يقر الجنين داخل الراحم بيتشال وتبدأ الأمور بتبقى طبيعية بالنسبة للسيطة حالة أخرى هي برضو بيجيبها تاني بتبقى المنظر ده زي ما قولنا ما فيش أي فتحة على الإطلاق ده من خلال بتاخد بينجو كله وبنستقصل الورب ده وقادي حالة أخرى هو يبقى إذن ده فتحة قناة فلوك في ناحية والفتحة التانية مضغطية أهي هذا الفتحة التانية أهي وقادي الورب اللي فيه موجود طبعا الحالة زي كده بتبقى بتعاني من الزيف نيجي نعمل ده موجات فوق صوتية اللي والصنار بنجد الورب اللي فيه ده ده تشخيص الأساسي بتاع الأورام اللي فيها من خلال الفحص ومن خلال موجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية المختلفة حسب الشكوى بتاعت المريضة بنبدأ نشخص الحالة ونبدأ نبني استراتيجية العلاج زي ما قولنا إن هي تتوقف على زي ما قولنا سن الزوجة والحالة الإنجابية بتاعتها ومكان وعدد الأورام اللي فيها وفي تقدم كبير جدا جدا سواء في الجراحات التقليدية أو في الجراحات الميكورسكوبية الخط شايفينها دي شيلت الورم ليفي وأصبح تجويف الرحم سليم تماما مفيش أي مشاكل بالنسبة له إذا الأورام اللي فيها ديت هي أورام حميدة مفيش أي ألأ منها في نسبة نادرة جدا جدا ممكن تتحول إلى أورام خبيثة نادرة جدا جدا ونسبة قليلة جدا اللي هي بتتحول إلى أورام خبيث نادر جدا جدا لكن معظم هذه الأورام هي أورام حميدة اللي بنتعرف عليه زي ما قلنا من خلال الشكوى المريضة وزي ما قلنا نادرة جدا أما أجدها قبل سن الثلاثين لكن في معظم الحالات بتبقى فيها السن الإنجابي اللي هو بيبقى من حوالي تلاثين إلى خمسة واربعين سنة تدريجيا لو السيدة عندها الأورام اللي فيها بتبدأ حجمها بيقل تدريجي بعد انقطاع الدورة الشهرية إلى أن تضمر لكن الأورام اللي فيها لو حجمها كبير جدا زي ما قلنا ومتعددة بتبدأ لا تختفي تماما لكن بتبقى موجودة ويبقى قرار العلاج يتوقف على الشكوى المريضة لو العدد كبير لكن لا يوجد شكوى على الإطلاق بنتبعها لكن لو في شكوى زي مغص متكرر إنساك ألام أسنان العلاقة الزوجية آخر في الإنجاب نزيد فهو ده اللي بنبدأ التدخل زي ما قلنا وأسلوب التدخل حسب العدد والعوامل الأخرى اللي أشهرنا لها نستكمل بعد الثاني مركز المرأة والرجل في الخصوبة والصحة الزوجية عيادة الدكتور خالد العطيسي لعلاج تأخر الإنجاب باستخدام الحق المجهري أطفال الأنابيض التلقيح الصناعي علاج حالات الإجهاض المتكرر جراحات أمراض النساء الثالث الإجتصاقات والأوراق الميسية استخدام المناظر العيادة النسائية لطب وفاجين لأسنان الدكتورة مهد أنصار الطبيض الدائم للأسنان العيادة المتخصصة لأسنان الأطفال الفرتيب التقليم الشفار الفرتيب أحدث أنواع الاثنين تحتابطة ومتحركة بدون مع دمر المركز المرأة والرجل 37 شرع الديش القاهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعدنا عليكم ومستكمل موضوعنا عن الأورام اللي فيها زي ما قلنا الأورام اللي فيها تمثل حوالي 30% من السيدات بتعاني من هذه الأورام بتنتشر عند سيدات زوات الأصل الأفريقي ذات البشرة السمراء وبتديد عند السيدات اللي عندها سنة وزيادة في الوزن زي ما قلنا ما فيش أسباب رئيسية أو أكيدة لهذه الأورام لكن هي بترتبط بهرمون الإستروجي اللي هو الإنوسة هل من وسائل للوقاية لا يوجد وسائل إلا اتباع النمط الغذائي عشان نحافظ على وزننا لأنه وجدنا إن هي بتزيد عند السيدات اللي عندها زيادة في الوزن لكن زي ما قلنا هي أورام لفية حميدة ليست سرطانية اللي احنا بنجده في معظم الحالات اللي هي بتأخر الإنجاب في كثير من الحالات بيبقى هناك بتعاني من أورام لفية لكن اللي نؤكد عليه مش كل حالة عندها أورام لفية وعندها تأخر في الإنجاب قد يكون هو السبب الرئيسي في تأخر الإنجاب لأنه هناك كثير من السيدات بتحمل وتلد وعندها الأورام لفية لدرجة بعض أحيان وحنا بنعمل الولادة سواء قيصري أو غير بنجد إن السيدة عندها أورام لفية وحاملت وولدت بدون أي معنى معايا اتصال صدام السلام عليكم السلام أهلا دكتور الحمد لله دكتور أنا أول يوم في أخر دولة كانت 14 ستة 14 ستة تصدام يوم تأخر وعشرين الشهر دا أيها يعني دا خلت وليس لقيت مسح يعني مسحة كده لقيتها دم أه دم بس مش بي ينزل هو بقى يعني مع المسح يمكن مسحسين كده خلط وانتعر وبقى يعني حاجة بسيطة خلص وبعد كده راس أنت 14 ستة وعملت اختبار حامل حامل يعني أيها دكتور 14 ستة تمام وعملت اختبار حامل حامل ورقمي زلت ضعف أه 14 ستة أيها تمام يعني يوم 23 شهر دا من ثلاثة ايام اه لقيتنا حتبان بجي من ثلاثة ايام آآ 23 ستة يوم 23 ستة تمام واتكرارتش تام نا دكتور دا هي مسحسين كده وعدان بوصل الدكتور آآ قال لي دا هو انفصال بصيص جدا في المشيمة أيوا وارتاح ووزني بوبرونت ويست حقا والبوس أيوا لان انا كنت وقفت وقفت في اخر الثالث وبعد كده قال لي لأ اكملي أيوا كل الشغر الرابع دا الحقا والبوس تمام طيب اه في لسه دكتور وبعدين راح اقرأت الدكتور ثاني يوم بقى بس دكتور السجاري يعني وكده عمل لي روباعي الابعاد على الجنين كان 14 أبوع أيوا وقال لي للمشي مع الجندة وما فيهاش انفصال وزيل فل وكل حدا قويسة بس دا مجهود زايد ممكن يعني انت تتزلي مجهود وعايز بقى قسي دكتور اعرف فاخد المتارنة امتا وقيادة السيارة يعني انا بسوق عربية اه بس يعني بطلع يعني برا عشان ما طبق الجندة في المنطقة يعني كده هاي انا عايزة اسأل عن قيادة السيارة تمام وعني ذوقت ان بس دكتور اعرف المتارنة تجيها امتا ايه اللي تبدأ ايه امتا ايه اللي تبدأ ايه امتا بالشام اللي هو المتارنة كنت باخده موبي اه اه يعني اه فيتامين زيان اه مدمنا اللي بتعانيه اللي هو نقطة الدم دي بسيطة جدا وطالع ما ما تكررتش من اقلاقش منها وخاصة انها لا غير مصاحبة باي اعراض اخرى زي مغص متكرر والحمد الله اطمئنتي من خلال فحص الطبيب ده اهم حاجة ما يبقى فيه عرب لابد الاطمئنان من خلال اه الطبيب وعمل موجات فوق السلطين السؤال الاخر بتاعك اللي هو موضوع التسوق السيارة اه في عنده 14 اسبوع يدوب الراحم بدأ يخرج من الحوض يعني حاجة ملوصة صغير يعني ما يبقاش فيه عوارض بينك وبين السيارة واثناء القيادة مفيش مشاكل من قيادة السيارة في الوقت ده الاقراس اللي اشارت لها او المالتي فيتامينز او الفيتامينز ممكن تبدأ فيها دلوقتي ممكن تبدأ يتغني كمان اقراس الكالسيوم او كافتلات الكالسيوم مع استباع طبعا القواعد الغذائية اللي هي بتغضي الوجبات الذاتة اللي بتحتوي على وجبات متكاملة فيها كمية من الكالسيوم زي مصادر اللبن والجبن والسمك واللي فيها الحديث زي الخضروات واللحوم الحمراء وبنوصي طبعا بتبقى وجبات متعددة لكن غير ما تبقاش ممتلعة علشان ما يبقى الهضم بيبقى بياخد فقط اطول اثناء الحمل فلا نوصي دي اشعور بالامتلاء واتمنى لك يكون التوفيق نعم صلاة اخر سلام عليكم احنا بيك فان لا نسمحك يا بخصر انا كنت متعددة قبل كده وحضرتك اتقلت لي اصلا طريقة الحالكي لان انا عملي ربط الحانة المجالة اه اه وعملت محولي اقضى واجمدت اجنة وكدا فبعدها بيوم اتصل علي قالوا لنى في فشل في تجميد الاجنة بالصراحة من قصة وانا حنسل نفسية يعني ايه? لأ انت نقلت اجنة يعني. نقلت فعلا. ايوة انا نقلت اجنة يوم يوم الثلاثة. من اسموع. يوم الثلاثة اللي خاتل. طب جميل. يعني اتزا علانة على الاجنة اللي كان مفروض تتجمد وما تجمدتش. دايق. طب. لا انا حان ايه. لا ايه. عطموش. ما اللي هزبعوا بالنم باللي خشم تجميدها يعني. لا ايه. اطلاقة نصي مش معنى. نسبة الهرمون عالية فما كانتش عاقين فعلناها تتجمد. اه لا ايه. ما تقلعيش اطلاقة من القصة ديك. لانه مش القاعدة الاساسية انه كل واحدة بنجمد لها اجنة دا لو في زيادة. اه. 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 او اتصلوا علي وقالوا فيه اجنة ينفعناها تتجمد. ماشي. فانا روحت يوم اللي نقل فانا قالت اجنة ودفع فلوس التجميد وكده فاتصلوا بعدها بيوم قالوا اه. تعالوا فقدوا الفلوس بتاعيبكو عمشان الاجنة اللي هتجمدوها مش هتصلح بالتجميد. اه. ده بالعكس الموضوع ده مطمئن من الناحيتين. اولا اه اه. كل من المادة فيه اجنة زيادة للتجميد معنى كده ان كان فيه اجنة جميلة اجنة اللي اتنقلت وكان فيه زيادة. لكن الاجنة. اه. احبا عشرين بوايدة. اه. نسبة البوايدات عندي عالية جدا. اه. لدرجة ان الدكتور نفسه يعني قال لي انا مقدرش اقول لي في عددها كان. اه. هو عموما اه اه. الحالة كويسة مطمئنة. وما تقليش اطلاقا ان الاجنة اللي كان مفرط الجمد. اه. ما كانتش مناسبة. لكن ده بيدل على انه فيه كان اجنة زيادة. يعني اتنقلك اجنة ممتازة. اه. ما تقليش اطلاقا واعتمنى لك كل التوفيق. وان شاء الله بعد اسبوع تعمل اختبار الحال. ونسمع اخبار جميلة ان شاء الله. اه. نستكمل موضوعنا. يبقى ازا اه. الوسائل طب التشخيص. زي ما قلنا بتاعة الاورام اللي فيها. حسب اه. زي ما قلنا اهم حاجة اللي هو الموجات فوق الصوتية. الفحص الاكليميكي. اللي خلال الطبيب. والموجات فوق الصوتية. وبعدين بيبدأ استراتيجية العلاق. اه. قلنا علاقتها بتأخر الانجاب. اللي هو اللي انه فيه قلق كثير. عند كثير من الناس. وبعض احيان بتعتقد انه كل واحدة عندها ورم ليه فيها تأخر عندها الانجاب. ده غير سليم. لانه فيه كثير زي ما قلنا من الحالات عندها اورام اللي فيها. وبتحمل وتلد ومفيش اي مشاكل اطلاق. اه. لكن بنتدخل في اه لعلاج الاورام اللي فيها بالاستقصال. اذا كان هذا الورام اللي فيه بيأثر على الحالة انجابية. بمعنى. لو كان داخل تجويف الرحم زي ما شوفنا. او في العضلة بتاعة الرحم لكن منبعج داخل تجويف الرحم. لو كان عنده عنق الرحم بحيث يبقى فلي عنق الرحم تماما. لو كان في عضلة الرحم وضاغط على مدخل قناة شلوب وبالتالي هيعمل اعاقة في اه اه انتقال البويضة او الحيوان منوي. يبقى ده بنبدأ نتدخل. والتدخل زي ما قلنا حسب حجم وعدد الاورام اللي فيها. وبيبقى الهدف بتاعنا اللي اجراء. لو عملنا جراحة اه تقليدية اجراحية بيبقى اجراحة اه 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 مايكرو اه سيريجي كان يعني دقيقة جدا علشان نحافظ على اه قناتي فلوب نحافظ على اه تكوين بتاع الرحم. نحافظ على بطانة الرحم. اه اه في بعض الاحيان لو الورم اللي فينا داخل تجويف الرحم بما استقصلوا من خلال منظر الرحم. لو الاورام اللي فيها ديت بعيدة عن الاماكن اللي قلنا عليها. ولا تسبب اي مشاكل بالنسبة لحدوث الحمل. بنتبعها ونبحث عن الاسباب الاخرى اللي بتؤدي الى تأخر الانجاب. وعنها بتكون عليها الاورام اللي فيها ديت. ولا نتدخل علشان لا نضيف سبب اخر لتأخر الانجاب. في بعض احيان حالات بتؤهل بنبدأ نعدها اللي ا اه اه اجراءات الحق المجهري او افصال انابيب. ومن خلال صحف دي نجد هذه الاورام اللي فيها وبيبدأ القرار يا طارة نستقص الاورام اللي فيها ديت قبل ا اه اجراء الحق المجهري او افصال انابيب. اولا الراحم هيبين لنا بقى حدم شكل بطانة الراحم ومدى تأثير الورم اللي في ده على الراحم وبنبقى هدفنا نتأكد من خلال الموجات الصوتية وتضفق الدم حاجة دوبليكس تضفق الدم فيه عدلة الراحم لنفيه لا يوجد تأثير لهذه الورم مع التوصيل اخرى احنا بصدق عليكم السلام اهلا بيك بيكве ايو دكتور انا متجول فيه حترش الشهر قلوقتي يعني صب او اه ما حصلش حام الحترشة في مدام الينا حترش الشهر وروحنا في 8 حول شهرين في تكييسات عن مبايض ايوه والدنا 8 حول في السيمون وكولوميك اا اه ما خلت اربعة في السيمون ايوه والشهر لبلغ خلات اين فروحنا لالكتور تاني هنا عندنا في الثفراء قال اني في اه تنشد تزيادة للميديا بعمل اكياس موية اه تماما وانت انا ايروني جرال تاخد برشامة كل يوم بالليل ايوه ودفة ايام وتجيني لما تجي الدورة المرة الجاية انا عملية تحليل حدوثك كنت عدد اخبر رؤيتك فيه طيب الزوجة فينا كم سنة؟ 27 سنة دكتور طيب يا أخي أحمد يعني طب تابعنا همدوبك على طوى عشان تسمعنا على التوزيون مباشرة واهلا بيك اه في الواقع احنا القواعد العلمية بتاعتنا بتقول لا تدخل اه 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 لحالات تأخر الانجاب كمان احنا لا نمش بنعرف ان فيه تأخر انجاب لو اقل من سنة لو زواج اقل من عام كامل مع علاقة زوجية منتظمة وسن اقل من 38 سنة ما يبقاش فيه تأخر في انجاب على الاطلاق فلا ننصح بأي تدخل في الحالات دي اللي احنا بننصح لدي بس تقييم الحالة من ناحية اجراء تحليل السائل منه بالنسبة للزوج وتقييم الحالة بالنسبة للدورة الشهرية ومدى انتظامها ولو فيه زيادة في الوزن او اضطرابات في الدورة الشهرية بالنظامة لو فيه زيادة في الوزن ويبقى نمشي على نمط غزائي ونحاول الوزن ينزل ويبقى وزن نسالي اه اما بوضح من كلام كلامك اخي احمد ان السيدة بتعاني من تكايف المبيض ومن المعروف ان السيدات اللي بتعاني من تكايف المبيض بتحتاج الى علاج خاص واوله واهمه هو خض الوزن لو فيه زيادة في الوزن ولو اضطرنا نبدي هذه الادوية اللي هي بتحفز التضويض لابد من متابعة التضويض من خلال المجلس المهبلي وعشان نتأكد ان الجرعة مناسبة وما فيش لا زيادة في فارق في التنشيط او التنشيط ادنى من المطلوب فده لا يتأتى الا بمتابعة واجراء بعض الفحوص المعملية الهرمونية وبالتالي بنتأكد ان الجرعة اللي بندها مناسبة لا تؤدي الى اي من المضاعفات الحمد لله يعني موجود موضوع زيادة في الفارق فهي نسبتها في التنشيط نسبتها قليلة ولها علاج لكن انصحك بالتهديئة ننقلقش ونهدي اللعب شوية اخرى احمد انتوا لسه متجاوزين بقى لكم حتاشر شهر يعني ما كملتش سنة والزوجة سبعة وعشرين سنة زي ما قلت نطمئنه من ناحية باقي العوامل اخرى وتحييز السائل منوي وننتظر وهيحدث الحمل ان شاء الله ما تعلقش ست شهور من الان لو لم يحدث حمل وباقي العوامل سليمة ممكن نبدأ رحلة التشخيص العلمي السليم يبقى اذا بنرجع ليه موضوع الاورام اللي فيها بالقلق بتاع بعض السيدات بتبقى عندها اورام ده المشاكل بقى اللي احنا بنشوفها بيبقى سيدة عندها اورام ليه فيها متعددة وتعاني من نزيف شديد متكرر وبتعاني من مغص وبتعاني من الام في الضهر وبتكشف والاطباء بينصحوها باستقصال اورام اللي فيها بيت لكن الهاجز والخوف والرعب بتاعها ان بعض الاطباء اللي لو استقصالنا الاورام اللي فيها ديت ممكن نضطر الى استقصال الرحم في الواقع نادرا جدا لما نلجأ الى استقصال الرحم وحتى لو كان القرار الطبي اللي هو مدني على اسس علمية بتاع الطباعة لتقييم الحالة والسيدة اكملت العمر الحالة الانجابية بتاعتها الرحم لو اضطر الطبيب الى اغذي قرار استقصاله طالما اكملت عدد الاولاد بتاعك وهناك ضرورة الاستقصال ورام اللي فيها ليه والرحم الوظيفة الوحيدة بتاعت الرحم هو الحمل والولادة لكن استقصال ورام اللي فيها عندما يكون هناك دواعي علمية ليه لا يؤثر اطلاقا على الحالة الزوجية والعملية الزوجية نفسها لا يؤثر عليها ما نقلقش برغم ان السيدة بتحس ان ده بيؤثر على انوسيتها علشان كده لا نلجأ الا في حالات نادرا جدا 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 الى استقصال الرحم مع وجود الاورام اللي فيه لانه مع التقدم العلمي في جراحة التقليدية والمهارة الي موجودة دلوقت ممكن نستقص الاورام اللي فيه دي ونحافظ على الرحم ليس كل حالة بتعائم الورام اللي في ياجب استقصال الورام اللي فيه وليس كل حالة بتعاني من أورام ليفية متعددة هي بنستأصل والرحم لكن هذا يتوقف دائما قلناه بقول تاني على الأعراض اللي بتعاني منها على عدد الأورام وما كانها وعلى الحالة الإنجابية بتاعتها ليس كل ورام ليفي معناها تعخر في الإنجاب وليس كل سيدة لديها أورام ليفية ولم تنجب معنى هذا نحن نصفص الأورام اللي فيها لدينا كثير من الحالات بتحمل وتلد ولديها أورام ليفية ولا نتدخل إلا عندما يكون هناك دواعي علمية لذلك من الوسائل حديثة لعلاج هذه الأورام اللي فيها لكن لم يتضح مدى نجاحها الكامل هو غلق أو سد الشريان الرحمي اللي بيغذي هذه الأورام اللي فيها على أسف مع الوقت بيحدث ضمور لكن ده بيبقى في الحالات اللي بيستعطي لها الجراحات سواء تقليدية أو ميكروسكوبية أو يوجد دواعي علمية لهذا الاستعمال بعض أحيان بيبقى عملية استعمال بعض التدخلات لزابط الأورام اللي فيها ديت لكن يبقى القاعدة الزهبية هي الاستقصال الكامل للورم اللي فيه عندما يكون هناك دواعي لذلك في نهاية حلقتنا أتمنى للجميع كل التوفيق وأتمنى لكل أسرة تبحث عن الإنجاب أن تجد ضلاتها لكن اللي بؤكد عليه في كل حالة وفي حلقتنا اللي هو البحث بالأساليب العلمية السليمة وسائل علاج لابد تبنى على البرهان والدليل ليس اجتهادات وليست خبرات غير مبنية على الأدلة العلمية وفي نهاية حلقتنا نستمع وننصد لهذه الآيات الكريمة على وعد باللقاء الأسبوع القادم إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يفركون مركز المرأة والرجل في الخصوبة والصحة الزوجية أيادة الدستور خالد العطيفي